أدرجت بورصة لندن إصدار سندات اليوروبوند للأردن بقيمة مليار و 750 مليون دولار في السوق الرئيسية والتي تجاوزت طلبات الاكتتاب لها أكثر من 6 مرات بقيمة تزيد عن 6 مليار و 250 مليون دولار وقالت بورصة لندن في بيان صحفي أنه تم طرح السندات بشريحة مزدوجة في السوق الرئيسية بحيث جاءت الشريحة الأولى بقيمة مليار و 4 مليار دولار أمريكي بفائدة 5.85% استحقاق تموز 2030 وشريحة الثانية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بفائدة بلغت 4.95% استحقاق تموز 2025 وزير المالية دكتور محمد العسعس قال في مؤتمر صحفي أن الحكومة اختارت الوقت المناسب لطرح السندات بعد انفراج الأسواق المالية العالمية في منتصف أيار الماضي حيث تهدف الحكومة لأطفاء ديون داخلية بقيمة تتراوح بين 800 مليون إلى 1000 مليون دينار سندات الأردن التي كانت مطروحة سابقا في سوق اليوروبوند كانت تتداول بفروقات هي الأقل على مستوى الدول الأخرى بعد الكورونا يعني لم تتأثر سنداتنا بفرق الأسعار مثلما تأثرت سندات الدول الأخرى وهذا انعكاس للسياسات الصحية والاقتصادية والمالية والنقدية التي أخذها الأردن آخر إصدار قام في الأردن سندات اليوروبوند كان في عام 2017 كان إصدار لثلاثين سنة على فائدة 7.375% سياسة الأردن هي تخفيض كلفة الدين فنختار متى ندخل سندات اليوروبوند بطريقة استراتيجية تعزز المكاسب وتقلل الخسائر ولضخ سيولة ولتعزيز الاحتياطيات المالية ترجمة نانسي قنقر